السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة والأزهرية أعكم ميسي وهابت ضبع خبير ومشرف اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية كالعادة أنا باختلكم بعض القواعد الهمة الجميلة ورجعها لكم يا ريت حدك تركز معي أنا بقولك النقطة وبقولك تحلها ازاي هنا بقى الموضوعنا في الفيديو القصير ده بيتكلم على حروف بعض حروف الجر شيء اللي هي معناها عنده خد بالك بييجي بعدها لازم عاقل العاقل هنا عبارة عن إيه يا إما اسم شخص وده ما بيجيبه لك في المتحل أني سهل مش هيقولك علي يا إما يجيب لك وظيفة عشان يلخبطك وظيف يعني يا ميسي يعني لبو شيء اللي هي معناها الجزار يجيب لك مثلا إي بي سيء اللي هي البقال فاندغ يعني بائع ماشي يبقى شيء بيجي بعدها عاقل يا إما اسم وظيفة ماشي واخد بالك أن اسم الوظيفة متشابه مع المكان بتاعها يعني هنا بو شيء الجزار محل الجزارة بوش غي أخيرها آي إي يعني فرقها حرف واحد بس فاندغت تلخبط إي بي سيء إي بي سغي فرقها حرف واحد بس البقال ومحل البقال فالشيء بيجي بعدها عاقل العاقل ده إما بيبقى اسم شخص يا إما بيبقى اسم وظيفة يعني أقولك الجزار البقال البائع طبيب الأسنان طبيب العيوم يا إما بيبقى ضمير توكيد إيه هي ضمائر التوكيد يا مسيء مو توى لوي ال نو فو او اللي هي ايو اكس ال اللي هي الافيك اس إيه هي ضمائر التوكيد طيب افرض اللي بعد النقط كان مكان كان إيه مكان زي بي بليوتك ماشي ساعتها بقى بختار او الا الابصطرف او أشكلها الهما دول او الا الابصطرف او حسب ما هي مسكولاء أو في ميناء مذكرة أو ايه أو مؤنس يبقى حضاكتنا حتبصها لبعض النقط على سبيل المثال تيوفا نقط لوبوشي رايح عندك جزار مده من اتكي الجزار عاقل أختار شيء أنا مغمط عنده الجملة التانية نوزالو نقط مجزادي مجزادي في محل الملابس ماشي خد بالك ده غير عاقل مكان يبقى او الا ده مذكر يبقى او لو كان مؤنس قد اخترت الا زي ما ازمنتكم كانت غلطان ومختراه طيب المثال رقم ثلاثة بيقول لي بواسون ري أو بواسون غي محل السمك على طول ده غير ايه خد بالك غير عاقل مكان وخد بالك مؤنس وبقى الا لو كان مذكر كنت اخترت وقول انه هو مؤنس اختار ايه الا خد بالك السماك فرقها حرف واحد اقول بواسون ي شاكده اخد بالي انا بختار هل ده مكان ولا اللي راجل اللي بيشتغل في المكان هنا مثلا لومة سائل طبيب انا مغمد اختار شي طب رقم خمسة مواء ضمير توكيد اختار شي عندي يبقى لما لقي بعت النقط مكان اختار او اشكالها اللي هي معناها الى او في لو لقيت عاقل اللي هو عبارة عن ضمير توكيد او اسم وظيفة ماشي او اسم شخص اختار شي شي عنده هنا مثلا رقم ستة نوزلو نقط فليب فليب ده اسم شخص انا مغمد اختار شي عنده هنا بوغ ليغ دي ليفغ رقم سبعة اونفا نقط بيبليوتيك بيبليوتيك مكان ومؤنس اختار على تمام المكتبة خد بالك في حاجة تاني اسمها بيبليوتيكيغ امين المكتبة لو موجودك تخترت شي طب هنا رقم تمانية الى باسي هو اضل اجازة سي جران باغو اجداد وعاقل يبقى شي برافو عليك هنا رقم تسعة جو في نقط لومغشاد في غوي تاجر الخضر الفاك عاقل يبقى شي عنده رامي اخر واحدة رامي نيسوغبا هو مش هيخرج ايه لرست هو يبقى غاست اللي هي فير بريستي يبقى ويظل في المنزل ميزو مؤنس يبقى لا نحبي توريك هنا الفرق بين شي وبين او اشكالها طب هنا حضرتك جيمال اودان عندي الم في الاسنان جوفيزالي انا رايح لودانتيست دانتيست طبيب الاسنان يبقى شي اللي هي عنده طب هنا اياغ جيسوي بالامس انا مرت نقطة طوا طوا هنا عاقل لضمير توكيد ماشي يبقى اختار شي اللي هي عنده بعد كده رقم 13 ما سيغفا اختراحة اي بي سي خدوا بالك خدوا بالكم بي سي البقال عاقل يبقى اختار شي او عتتلق ببط بنا وبين محل البقال اللي هو اي بي سغي شاين اخبطك هنا باتي سي باتي سغي معلش هنا باتي سغي اخر واحدة محل الحلواني يبقى اه لا عشان مؤنس وبعد تطلق ببط بنا وبين باتي سي باتي سي الحلواني كنت اخترت شي ولكن هنا محل الحلواني يبقى ازا ابناء العزاء هنا حبيت اوريكم حضراتكم الفرق بين حرف الجر الشي اللي هو معنى عنده اللي بيجي بعدين عاقل و العاقل ده عبارة عن اسم وظيفة او عبارة عن اسم شخصة او عبارة عن ضمير توكيد وبين حرف الجر او الا او ا الا بصطغوف او او ده بيجي بعدها مكان يعني لازم افرق بين المكان وبين العاقل افرق ان اي بي سي البقال اي بي سغي محل البقالة ماشي افرق بين فندوغ البائع انما مجزاء المحل بي بليوتك المكتبة اللي هي المكتبة بقرأ فيها إنما بيبليوتيكاغ أمين المكتبة لبغيغي المكتبة البشتري منها إنما لبرير الباع في المكتبة تمام؟ يبقى انتبه قوم الحاجات دي لجميه اللي هو باع الخضار إنما لجم اللي هو الخضار بوشي اللي هو الجزار إنما بوشري محل الجزارة بالتوفيق أبنائي الأعزاء طلاب وطالبات الشهادة السنوية العامة والأزهرية حضرتك لما تيجي تحل سؤال لجرامير لازم تكون هادي أنت وبتحل السؤال وتركز ولازم تاخد بالك من العاقل وغير العاقل تاخد بالك من حروف الجر كان معكم ميسي وهابت طبع خبير ومشرف اللغة الفرنسية المرحلة السنوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أورفواغ ميزي ليف أورفواغ مي شيغامي والسلام عليكم